شاهدين أهلا بكل حضراتكم في تغطية إغبارية جديدة للحديث عن أهم الأخبار حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقديم الوظيفة معلم وساعد فصل للصفوف الإبتدائية الأول وثاني وثالث وذلك للعام الدراسية عشرين أربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين ومن أبرز أشروط أن يكون متمتاعا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة حسن السمعة ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأيضا ألا يزيد سن المتقدم عن أربعين عاما في تاريخ نشر الإعلان وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية تعليم أساسي تعليم ابتدائي معلم فصل وأيضا بكلية التربية أو كلية التربية النوعية وأن يكتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن يكتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة وأيضا على أن يكون التقديم فقط في المحافظة الكائم بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومية وننتقل مع حضرتكم إلى خبر آخر حيث يستمر صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 20-23 من كليات الفقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك بنسبة لذكور والتي بدأت أمس وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8 فبراير كما حددت نيابة العامة 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاون نيابة العامة من خريج دفعة 20-23 من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتستمر حتى 22 فبراير المقبل على أن يتم تخديم الملفات إلى مكتب تعينات أعضاء نيابة العامة بدار القضاء العلي وإلى الشأن العربي وخاصة الشأن الفلسطينية حيث أفادت قناة القاهرة الإغمارية في خبر عاجل بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن غرات وأحزمة نارية تستهدف معظم أنحاء قطع غزة وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانية على قطع غزة برا وبحرا وجوا وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي ما أصفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال ونساء وأيضا إصابة 66452 آخرين فيما لا يزال أكثر من 8000 مفقود تحت الرقام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف إليهم وفي الختام تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد تقص بارد نهارا على القاهرة القبرى والوجه البحري وسواحل الشمالي وشمال الصعيد مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحة ذي كانت تقطيطنا مع حضرتكم بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا منا يحيى وإلى اللقاء